على صعيد آخر افتتح المطرن خريستوفوروس في قاعة كاتدرائية البشارة العبدالي برنامج المقبلين على الزواج بمشاركة عددا من الخطاب وحضور الايكونومسا من المدانات مسؤول بيت العائلة المسيحي والمرشدة الاجتماعية سمر تادرس وبعد مباركة الحاضرين توجه سيادته بكلمة إرشادية للخطاب مقدما لهم نصائح روحية عن أهمية الاشتراك في الصلوات والخدم الليتورجية ليتمكنوا من بناء علاقة سليمة بالرب تساعدهم على تأسيس بيت متين مبني على أساس سليم من جهتها نوهت المرشدة سمر إلى أهمية وجود مرشد روحي ونفسي للعائلة لاستشارته عند الحاجة